يعني الأهالي ممكن ما تقولش عشان توفر فلوس لعيالها لجوازهم لحياتهم لأي حاجة لتعليمهم فلما الأهل يضطروا أن هم يعني يدوسوا على نفسهم عشان يلموا ده بالدولار بقى احنا بنتكلمش هنا بالجنيه يلموا الدولارات عشان يدوها لسمصار حرامي مجرم حياخد الناس عشان يوعدهم بمستقبل غير مضمون عبر البحر فأنا بقول للأهالي دول قبل ما أقول للشباب بقول للأهالي دول أنتوا بترموا ولدكم في التهلوقة أنتوا بترموا ولدكم في البحر أنتوا بترموا ولدكم في الغاهب يعني لأنه حتى لو كان غيرهم أنقذ أنت بتتكلم في نسبة كام والمعدل أن الناس غرقت يعني نشوف نشوف إيه اللي بيحصل للآخرين ونخاف على ولادنا ونخاف على شبابنا فرص العمل أيوة مسؤولية الدولة والقطاع الخاص أنهم يوفروها ده صحيح ولكن إذا كان عايش معايا تسعة مليون يبقى نهرب وامشي محتاجة نفكر بس شوية يعني طبعاً تعازي بعزي كل الأسر اللي فقدت ولدها لأنه ألم رهيب بعزي كل الأسر اللي فقدت ولدها لأنه شيء صعب جداً لكن يعني نتمنى أن الناس تفكر شوية ترجمة نانسي قنقر